الإذاعة الوطنية تقدم لكم وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقول للكون وقول للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنا تقديم الأستاذ محمد الأمين الحمد لله الذي شرف الإنسان بنعمة البيان ونوه بما لها من الشأن بقرانها بنعمة الخلق في القرآن وجعل اللسان مع كونه صغير الجرم عظيم الطاعة أو الجرم إذ بنطقه يعلم الكفر والإيمان الذان هما أساس الفوز والأمان وصلى الله على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أيها المستمع الكريم أنار الله قلبك بنور القرآن وهداك إلى سبيل الهدى والرشاد اعلم أن شكر النعمة إنما يتم بصرفها فيما خلقت له فمن أعطاك سيفا مثلا لا يسوغ أن تقاتل به أهل الإسلام وكذلك اللسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيك فإن الذي خلقه فيك لم يرد منك أن تشتم به عبادة أو تثلب به أعراضهم أو تغتابهم وتمشي به بالنميمة أو أن تكذب وهو رأس الخصال الذميمة عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وامتثلوا ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم من حفظ اللسان وكف الأذى عن الجيران وعدم الكلام إلا بما يرضيه جل وعلا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت احفظ لسانك لا تقل فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي عزيزي المستمع فالكلام إذن ابتلاء والثرثرة خصلة مذمومة تفضي إلى الإثم والخطأ والزلل يقول الأحنف بن قيس والصمت أمان من تحريف اللفظ وعصمة من زيغ المنطق وسلامة من فضول القول وهيبة لصاحبه فالكلمة الطيبة صدقة فلا تتكلم أيها العبد إلا بالخير وبما يعود على المسلمين بالنفع ولذلك على العاقل أن يلزم الصمت فإنه أكثر ما يندم إذا نطق وأقل ما يندم إذا سكت وإنه أطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق لا يسكت ولا يكل ولا يتعب إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الإخبار ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا أيها المستمع الحبيب إن الصمت من خصال الإيمان قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا وقال أيضا من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان ما بين اللحيين أي الفكين وما بين فخذيه أضمن له الجنة ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما شيء أحوج إلى طول حبس من لسان وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمشك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وهو من هو إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ اللسان أيها المستمع الكريم من كثرة الكلام ولزوم الصمت هو السلامة من الشر والأذية ومن جاة من المهلكة في الدنيا وفي الآخرة والمرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم بان وظهر قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وهو يشير إلى لسانه وقال أمسك عليك هذا أي أمسك عليك لسانك فقال معاذ أو إن مؤاخذون بما نتكلم فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وأكثر العلماء والفقهاء على ترك الكلام فيما لا خير فيه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثقبا صغيرا في المنام يخرج منه ثور كبير ويحاول الرجوع إليه فلا يستطيع فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقيل له هذا مثل الكلمة تخرج من فم الإنسان لا يستطيع ردها وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة وما خلق الله للإنسان لسانا واحدا أيها المستمع الكريم وأذنين إلا ليسمع أكثر مما يقول وقد عد العلماء لللسان عشرين آفة كلها من الكبائر يقول الأوزاعي ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه ويقول عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه والعياذ بالله أيها المستمع الحبيب احذر ثم احذر من لسانك احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان يقول ابن المبارك جربت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الله كالأدب في كل حالاتها إن كرهت أفضل من صمتها عن الكذب أو غيبة الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب قلت لها طائعا وأكرهها الحلم والعلم زين لذي حسبي إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهبي وسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرش وفي حديث عنه عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فلسان عبدالله بريد القلب وترجمانه ولذا مستمعي الأكارم عليكم بالصمت فإنه من جات ولا تتكلم إلا بخير وصدق تكونون فيه قائمين على الحق لخير أنفسكم ومجتمعاتكم ولخير وطنكم ولخير تونس هذا البلد الأمين نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه وجمعنا معكم في دار أعدها لأحبابه بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صلي على محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقيمه السمحة وقولوا للكون وقول للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملهه القرآن وقولوا للناس حسنا